اشتركوا في القناة اذكر كل شي فيه فلما ندش الفيلم وقاعد اقول اللي قا يصير او قا اقول الكلام اللي قا يصير بالفيلم حرف حرف لحظة لحظة كلمة كلمة فيلم لاين كينغ احنا عارفين ان هذا ريميك على لايف اكشن وصار بدالة قبل سندرالا بيوتان بيست وعندكم علاء الدين كل واحد من هذلك كان حلو إلى زين بس هذا الفيلم إلى حد الآن أسوأ شيانا شفته حق ديزني من ناحية الريميك ليش؟ لأن بالضبط هاو ليزي اريو ديزني اش كذر انتو صج صج كسالة انكم خذيتوا الفيلم طالعوا الفيلم هذا شفته سوا بنفسه لا تعب روحك اخذ اللقطة اكتبها مع الكلام اكتب كل شي فيه اقتصار شديد كل لحظة كل لقطة بالفيلم كل كلام كل كل شي بالضبط نفس الكارتون بالضبط ما في اي تغيير التغيير يمكن اثنين بالمئة اربعة اخمسة بالمئة سكار احنا عارفين سكارها اللي هو عم سيمبا شكله اسد وصخ مو اسد حقير لا لا مسكين اسد قطينا ورا محكر حمام بالوافرة ازاي؟ خلينا معفن وطلعوا هذا سكار من كثير منهم ملخب الشغلات اللي صج صج تعبتني بالفيلم يعني انتو الحين خليتوا حيوانات تتكلم معرفتو تعطونا اكسبريشنز؟ معرفتو تعطونا لما يبتشي سيمبا ولا لما احد يبتشي ولا شي يصير موقف ولا يعصب انه لا ملامح لقل منحس انه تصج جايبتش دموع اي شي تبتقولوا حيوانات حقيقية الفيلم فانتيسي عادي ديزاين الاسود الاسد مع ويها ويها لما يعصب هذي تتشفص الاسود عندهم ويها لما يتشفص مني ما يشفص حقيقية بس النوايه وايد افضل من شذي اللقطة اللي من المفاصلة يطلع لها بالغيم او الله ما هنوم خلق يسوونه ازي سووا الغيم سووا اي شيء تبتقول نور الغلد فيلم اوكي ما تبتغلدون الفيلم سووا شيء يديد انتو سويتين الفيلم بالضب كوبي بيست شنك مش تريد لعبة بلاي سيشن ون فانتيسي السابع مثلا ولا كراش باندي كوت حطيت على فور وهو نفسه بس زيتها فلتر شنك قد طالع فيلم ناشنول جيوغرافيك بس مع حيوانات تتكلم يعني الفيلم كله كمبيوتر الفيلم كله بالحيوانات بكل شيء كمبيوتر فانتيسي خلوهم تتكلمون خلوهم تتحركوا ملل 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 اللي قد طالع شيء مكرر تيمون بومبا ناطرين تيمون بومبا يطلعون بس اول ما يطلعون تبتسم بعدين قطاتهم ترى قطتين بس حلوين الاسف خيبة امل كبيرة يعني احب بالنسبة للاين كينغ هذا او هذا نمبر ون موفي فانتيسي احبه من ديزني من زين؟ الفن وكل شيء كان على الدين هذا الفانتيسي احلى واحد عندي الاسف اسوأ فيلم والله تمنيت الفيلم يصير مصري والله تمنيت تتكلموا بلغة مصرية يضحك بس ليس بهذه الطريقة لان انا حافظ انا حافظ المصري وحافظ العرب الانجليزي فانا قا اقول حين يقول بعدين رفيقي سويت شدي بعدين يطلعت شدي لا كل شيء يبصوب موضوع شلون رفيقي اللي هو الشهادي درى ان سيمبا عايش تذكرون الباباي يكون سيمبا زعلان كان يخمد على الأرض ويطير شيء من شعره اول سبيرت ماله ويقضب الورق رفيقي وانا قا اتكلم يا حبيبي يمسك الرفيقي يكتشف ان سيمبا عايش اهني ويع يعني شعره طايرة تبتقذ الى شعره طاحت وتذكرون الهايينة الثلاثة الضباع كانوا ثلاثة شخصيات واحدة مصاحي واثنينة شخصيات رئيسية طبعا واحدة منهم كانت ووبي غولبورغ اللي هي السمرة المشهورة هالمرة يا ابو واحدة ثانية بس ما خلهم ثلاثة لأ صار في يعني البوس احنا ندري ان عمارات الهايينة ما في بوس كلهم رابع تذي قربطة هني يعني غيروا خلوا واحدة بوس الرئيسة مالتهم مالها دور بس ان تتكلم شي بس مالها اي دور والممثل بالضبق يقول نفس السيناريو الحمد الله شي الوحيد الوحيد ها اللي هو مفاسة يا ابو ناس الممثل جيمس ايرل جونز نفسه هذا الشي الوحيد اظن اظن ما يابو اظن خذوا الديالوج مع الكارتون اللي قبل حطوه نفسه ولا شكله ايه ما اخذين الديالوج لانه صيج صيج ترى ما قال شي يديد يمكن قال شغلة شغلتين ازي بس هذي شغلة شغلتين عادي يكونوا بالفيلم القديم شعلوها قالوا خذ نحطها له بس ترى نفس الشي نفس الديالوج نفس كل شي فانت الديش انت تمشي لبس نقول معاه حتى الفار وهو يمشي ويقضبه كل شي الله يكونوا بعوني باليايا حق الفيلم فما ادري ش راحة صراحة انا ادري ان الياها راح يملون بس ينطرون لم يطلع ابو وابو شكوا من كثير ما انه مال يقلق بومبو تيموه لما يطلعون يمكن يضحكون شوي غير الشذي ماكوش يترى ملل الفيلم ملل مو ملل حق الياها لانه قاي طالعون حيوانات التحرك والله حتى هابي فيه تحلة بس يبا خلص بس ما بيطول وايد هنا في فيلم لايين كينج بيك ديسابوينتمنت حق اللي مو شايف لايين كينج نهائيا ما رح يعطي اكثر من ستة سبعة في الفيلم اربعة بالكثير اربعة ثلاثم نصو اربعة واحد منهم كيف كومنتو نقو اي واحد انا ما تفق معي لاني احب لايين كينج يقولولك لازم ما نصيب بايس بس اربعة 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 ومو سيلة الدرجة بس انه ملاقة تكرار يالله عليكم العافية نشوفكم فيديو ثاني فيلم يستاهل نبي طاني فيلم يستاهل تكفون مولان ومن بداية تشكل خايص الله يسر الدعاية المالتة ترى ما تساعد بالخير بها تيزر احنا ما نقدر نحكم عليه عدد تيزر دائما غبي خلي ننزل الترايلر بعدين نشوف ان شاء الله ان شاء الله ما يكون موضوح انه قا تحاربوا هي ابنت لانه ما في شي بالصين انه مولانت انه في ابنت التهاوش او التحارب اصلا ممنوع محرم واعدام فاذا سوها انا ماني داخل فيلم اسفل موسيقى